الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ومضالين آمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين قسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أضله ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للمذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعون ثم لم تكن فتنتهم إلا إلا أن قالوا والله ربنا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يخلقون إلا أنفسهم وما يشعرون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا بيتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا إما نهو عنه وإنهم لتاذبون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوسين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال يفوقوا العذاب بما كنتم تكفون قد خسر الذين تذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على غورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ونهو ونبدأوا الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يخذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا نبدل لكلمات الله ولقد جاءت من نبأ المرسلين وإن كانتهم عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيق الذين يسمعون والموتى لبعثهم الله ثم إليه يرجعون